انا سجلت الحلقة ونسيت التك على زرار يلا ما علينا المهم برضا علشان الحركات داية ما بتحصلش معايا يعني شكل العفاريت شادة حلة علايا الايام دي المهم احنا نتكلم دلوقتي على تاني نوع من انواع الفيروسات اللي بيحصلوا عملية ترانسيميشن عن طريق الفيكو اورال روت او الفيكو اورال روت يعني عن طريق ان في شخص مصاب بين عليه الاعراض او لا كارير للمرض ايوة الاخراجات بتاعته او الفيسز او الفضلات بتاعته ملوثة فيروس حصل عملية كونتاميشن لأكل يعني حصل عملية تلوث لأكل واحد كالي الاكل الملوث بالفيروس فحصل له انفيكشن دا معنى كلمة فيكل اورال روت بكل فضلاتة تمام كده يعني تلوث الاكل بفضلات انسان مصاب بفيروس معين دا عملية التانسيميشن دي بنسميها الفيكل اورال روت طيب اشهر فيروس فيهم هو الروتافيروس اللي بيبقى مسؤول عن الفيروس ضيارية اللي بتحدث في العالة الصغيرة بنسبة تصل الى خمسين في المية وعلشان يمنعهم الموضوع دا عملهم باتسين واحد فيه مكرر عليكم اسمه الروتاريكس وفيه واحد تاني اسمه الروتاتيكس روتاريكس وروتاتيكس تمام كده دا بيبقى عبارة عن جراءتين بيتاخدوا من الطفل الصغير في اول 6 شهور من عمره تمام كده ادى كده بالنسبة للروتافيروس وخلي بالكم على من اسمه الروتافيروس دا علشان انتو ما تسمعوه كتير جدا تمام كده طيب نخش بعد كده على فيروس شلال الاطفال فيروس شلال الاطفال دا بيعمل حاجة كده بنسميها البوليوميلايتس اللي هو شلال الاطفال خلص كده طيب شكله ايه شلال الاطفال دا بيحدث فيه حاجة كده بنسميها فلاسيد براليسز يعني شلال ارتخائي للعضلات بسبب ان الفيروس بيدمر الموتور نيورونز اللي بتبقى موجودة في الاسباينا الكورد تمام كده في النخاء الشوكي بيبقى موجود فيه عندي موتور نيورونز اعصاب مسئولة عن الحركة بيروح عليها وبيدمرها تمام كده بيحصلوا ترانسوميشنز داي عن طريق الفيكل اورا الروت يعني فضلات بني ادم مصاب او فضلات بني ادم حامل للمرض خلاص لوزت الاكل اللي المفروض انها هيكله طفل فبالتالي الطفل بيتنقله الاصابة طيب اعراض الاصابة بقى بتبقى ايه ممكن ما يبقاش لقى اعراض او ممكن تبقى مال دي جي اي تي دي ستيربنز نوزيا و بومتنج و ديارية وممكن الموضوع بقى يتطور ويتحول الى باراليسز يعني شلل الحالة دي هنتسميه باراليتيك بوليو ميلايتس طيب علشان امنع الموضوع ده فيه عندي نوعين من انواع الفكسين حاجة اسمها السابين فكسين وده بيتاخد عن طريق الاورال روت ده اللي بناخده في مصر وفيه عندي السالك فكسين ده بيتاخد اي ام اي ام يعني انترا ماسكولر وده مش موجود عندنا في مصر تمام كده هما بيدون السابين فكسين خلاص تعالوا كده منشوف الفرق ما بين السابين فكسين والسالك فكسين الفرق بسيط و سهل خلاص السابين فكسين ده بنقول عليه اورال فكسين تمام لانه بيتاخد عن طريق الفم تمام كده اما السالك فكسين بيتاخد انترا ماسكولر فبنقول عليه انترا ماسكولر بوليو مايلايتس فكسين او بوليو فكسين تعالوا كده والبتاق مش عايز اعلم ليه يا عم اعلم يا عم يبقى الايديات اختصار لكلمة اللي هو انترا ماسكولر طيب نمسك واحد فيه ونتكلم عليه كده بالتفصيل السابين فكسين ده عبارة عن بيروس حية ولكن اضعفته فبنقول عليه live attenuated vaccine بناخده عن طريق القراروت بيبقى لون وبامبة كده بينقطوه كده ببقى كده وانت صغير تمام كده طيب ده يقدر يعمل induction يعني يحفز حدوث مناعة في الامعاء can induce local intestinal motility تمام كده اما حتة systemic immunity دي ففيها اقوال خلاص كده فخلينا ماشينا على الكتاب ونقول عليه ان هو can induce systemic immunity لكن المؤكد مليون في المية ان هو بيعمل intestinal immunity 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 بتاعته بتبقى longer يعني بتستمر المدة طويلة لغاية ما الود يكبر كده وشن ويخط كده ايه في وشه used in Egypt بنستخدمه في مصر وبيستخدم في الherd immunity يعني ايه الherd immunity اللي هي منعة القطيع ان انت تطعم اكبر قدر من الناس خلاص بحيث ان الفيروس لو دخلت واحد فيهم يموت تمام كده فاكدنا كده بتجند ناس معينة ناس مطعمة خلاص الناس ديت لو دخل فيها الفيروس هيقابلوا الجاز بتاع المناعة يدلوا فوق دماغه وقوال رحمة موته فبنقلل كده فرصة انتشار المرض ما بين الناس وده علشان كده احنا سميناها herd immunity او منعة القطيع التطعيم ده بنحفظه في التلاجة تمام لكن ما اقدرش ان انا قدي لبريجننت ومن ولا حد منعته ضعيفة يعني immune compromised ايش معنى اصل الفيروس ده live live attenuated يعني الفيروس لسه حي تمام كده فبالتالي ما اقدرش ان انا اجازف ان البيب الصغير ده يحصل له اصابة ولا الشخص اللي منعته ضعيفة يحصل له اصابة تمام كده هل ممكن يحدث حساسية منه لا يقدر يمنع المرض ايوة هما الاتنين بيمنعوا المرض السابين والسالك السالك بقى فاكسين اللي احنا بنسميه ibv اللي اختصر لكلمة intramuscular polio vaccine تمام ده بيبقى فيروس ميت انت بتحقنه intramuscular خلاص يعني ملوش دعوة بالامعاء يعني ما بيقدرش ان هو يعمل intestinal immunity لكن يقدر يعمل systemic immunity والمنعة بتاعته تبقى شرطر لكن لا بيتخذ في مصر ولا بنستخدمه في الهيرد immunity ولا بيحتاج لتلاجة علشان نحفظه تمام كده ممكن ان انت تديه لوحدة حامل او واحد منعته ضعيفة اه تديه عادي ايش معنى علشان الفيروس اصلا ميت فهيعمل المرض ازاي مش هيعمل المرض تمام كده ممكن يعمل حساسية ايوة اي حاجة ممكن تتحقق ممكن تعمل حساسية تمام كده يقدر يمنع المرض اه يقدر يمنع المرض اما لا انا بستخدمه ليه خلاص كده اكتبوا عليها v i b v i b يعني هتيجي في الامتحان مهمة امتحان امتحان ايوة اخليكي جدعا كده واكتبي ايوة امتحان تمام كده طيب المرة الجاية بقى هتكلم لكم على الحاجات اللي هي بتتنقل عن طريق الكونتكت خلاص يعني عن طريق اللي هو الايه التلامس تمام كده انا بقسم لكم الفيروسات كده على حسب طريقة الترانسوميشن بتاعتها علشان يعني ما يحصلش تداخل في الحاجات مع الحاجات يعني تمام فالحاجات تثبت في الحاجات اللي في دماغك وتعرف تحطها في الحاجات بتاعت الامتحان كل واحد يحفظ على حاجاته يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة